موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة النادي أهلي في كل مكان وحلق من حلقات الأهل اليوم نادي الأهلي أكيد بيستعد لمباراة يوم الخميس أمام تيراميدز مباراة قوية جدا مباراة حاسمة في مشوار الدوري المصري الممتاز ما في شك أنها مباراة طبعا هتكون مهمة ثلاث نقاط زي أي مباراة مهمة أخرى لكن طبعا مباراة تيراميدز نظرا لتوقيتها بعد الخروج الأفريقي أكيد لها حسابات أخرى تماما نفسيا ومعنويا وأيضا في الحسابات الفنية نادي الأهلي إن شاء الله بيسعى إلى الفوز بثلاث نقاط علشان يكمل مسلسل صدارة الدوري المصري الممتاز شيء طبيعي جدا أن بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هو اللي بيتصدر حاليا المشهد هو المركز الأول 58 نقطة وكل مباراة جاية للنادي الأهلي هي مباراة كاس كل ثلاث نقاط جاية لا بديل عنها مباراة بيراميدس طبعا مؤجلة من الإسبوع الخمسة وعشرين لكنها تكون مباراة كرة قدم جميلة كرة قدم فيها فنيات عالية جدا فرقتين عندهم لعيبة على أعلى مستوى طبيعي جدا أن النادي الأهلي هيدخل المباراة بكامل قوته بعد مباراة سانداونس دي أول مباراة هتكون بعد الخروجة لأفريقية زي ما قلتها وبالتالي لها حسابات فنية ومعنوية مختلفة عند الجهاز الفني وأيضا عند مجلس الإدارة جمهور النادي الأهلي دايما هفضل أتكلم عليه وهفضل أشكره وهفضل أشيط بين جمهور الأهلي جمهور كبير جدا جمهور ضواق جمهور بيعرف يعني إيه قيمة النادي الأهلي ودي حاجة دايما إحنا متعودين عليها جوه النادي الأهلي كمنظومة أن كلنا كإدارة ولعيبة وجمهور كلنا عندنا نفس الروح ونفس المنتالي ونفس التفكير اللي دايما بنفكر به وهو أن إحنا ماشيين على خط واحد ما حدش بيخرج برا الخط حتى في بعض الأوقات ممكن نشوف على سوشال ميديا أن بعض يعني ممكن نقول النقاد أو بعض يعني اللي بيقول أنهما بيشجعوا على الأهلي ممكن يلعبوا على وطر الجمهور علشان يبقى فيه توطر ما بين الجمهور بين اللعيبة وبين مجلس الإدارة لكن عايز أقول لحضراتكم أطمنكم أن جمهور النادي الأهلي شفناه كلنا بعد المباراة الأخيرة مين يتوقع أو مين كان يفكر أو مين كان يقول أن جمهور الأهلي يكون هو أول تجربة حقيقية لجمهور مصر بعد قرعة أمم أفريقيا وأيضا فيه تجربة شبه حقيقية لاستضافة مصر حدث كبير جدا زي كاس الأمم الأفريقية جمهور النادي الأهلي بعد الديئة سبعين فكر في حاجة واحدة بس أيقا أن خلاص بطولة أفريقيا صعبة النتيجة هتكون صعبة لبلوغ دور قبل النهائي من دوري الأبطال وبالتالي بدأ من الديئة سبعين يقول الدوري يا أهلي لعيبة النادي الأهلي بعد المباراة شفنا المنظر الرائع الأكيد كلنا في هنا في قناة الأهلي هنتكلم عليه حتى لو فات على المباراة يوم أو اثنين هنفضل نتكلم عليه عشان ده منظر يستحق فعن الإشادة به جمهور الأهلي دايما بيدرب مثل كبير سبعا كابتن حسام عشور كابتن الفريق بيجمع العيبة النادي الأهلي بعد المباراة بيروح يحيي جمهور الأهلي بعد الأكيد خروج أكيد جمهور الأهلي مش راضي عنه لكن هو ده حال كرة القدم هو ده حال بطولات أفريقيا أو بطولات الدوري مفيش مكسب على طول مفيش خسارة على طول مفيش تعادل على طول انت بتفوز يعني فيه فوز فيه هزيمة فيه تعادل لكن أعتقد أن الجمهور الأهلي دلوقتي خلاص بقى عنده هدف واحد واضح جدا وهو البطولة المحببة بالنسبة له هي البطولة الدوري وهي البطولة رقم 41 إن شاء الله لتكون في تاريخه نادي الأهلي ولعبته عارفين أنه هو ده الحل الوحيد لمصلحة جمهور النادي الأهلي في الموسم الحالي نادي الأهلي بيلعب ثلاث بطولات في الموسم خرج من بطولة تبقى بطولتين بطولة الدوري وبطولة الكاس بطولة الدوري ماشي فيها بشكل كويس جدا وهو متصدر البطولة بيجي بعدين نادي بيرامتز بيجي بعدين نادي الزمالك أكيد منافسة شرسة جدا ما بين ثلاث أندية نادي الزمالك أيضا نادي كبير جدا جدا وبالمناسبة بنتهز الفرصة وبقول لفرجاني سياسي لعب نادي الزمالك ألف مليون سلام عليكم يا رب إن شاء الله ترجع على خير واحد من اللعيبة الممتعة جدا في الدوري المصري سواء مع نادي الزمالك أو سواء مع منتخب تونس وإن شاء الله يلحق بطولة الأمم الأفريقية وجوده مع منتخب تونس شيء مهم جدا طبعا هارجع تاني للأهلي وأقول إن هي دي البطولة اللي لازم لعيب النادي الأهلي يصلحوا بيها الجمهور مباراة بيراميز هتكون هي البداية والانطلاق الحقيقية بعد الخروج الأفريقي لإثبات الذات على الدوري المصري والسيطارة ولها يمنع على البطولة المفضلة البطولة اللي من خلالها بنكون متاهلين إلى دوري أبطال أفريقيا البطولة اللي من خلالها دايما بيكون متسايدين مصر ومتسايدين بطولات مصر وهي بطولة الدوري المصري الممتاز نادي الأهلي أيضا يعني اللعيبة هتحاول زي ما هي عندها يقين أن الدوري هو الحاجة اللي لازم تصالح بيها جمهورها طبعا مباراة بيراميدز أيضا لعيبة الأهلي عندها يقين وعندها إجماع أن مباراة بيراميدز هي مباراة بثلاث نقاط إهداء لجمهور النادي على الأهلي اللي زي ما قلت لحضراتكم كان موجود في مباراة سانداونس عارفين أن المباراة انتهت بخمس أهلاف مقابل أشيء راحوا اشتروا التذاكر اللي بقت قدام منفذ بيع التذاكر واللي سافر وتمرمت علشان خاطر يبقى وراء النادي الأهلي وراء الكيان اللي بيحبه وراء الكيان اللي بيعشقه وراء الحاجة اللي دايما بيعيش عشانها علشان خاطر يتبسط منها ودايما النادي الأهلي بيكون يعني مصدر سعادة ومصدر فخر كبير جدا لكل مشجع الأهلي ومش بس الأهلي كل جمهور مصر أي نادي مصري بيحقق إنجاز أفريقي أو عالمي ده مش بيتحسب لي بس ده بيتحسب لمصر كلها وبالتالي زي ما بقول حبراكم الجمهور الأهلي يعني جمهور وافي جدا جدا بيحب نادي بيحب لعبته دايما بيكون موجود وزي ما احنا عارفين جمهور الأهلي بيقول ايه على الحلوة وعالمرة معك وزي ما احنا شفنا ده على المرة كمان قبل الحلوة جمهور الأهلي مع لعبته ومع فرقته وده الشيء اللي احنا كلنا نتمناه لعبة الأهلي كانت مطمنة جدا لما شافتها الجمهور كلنا شفنا دموع لعب النادي الأهلي الدموع دي غالية جدا جدا أكيد علينا وعلى جمهور الأهلي لكن عايزين الدموع تتحول إلى طاقة إيجابية داخل الملعة تتحول إلى روح إلى حماس إلى عزيمة كبيرة جدا في مباراة هتكون قوية وأكيد طبعا عارفين مباراة بيرامدس بيرامدس أيضا منافس قوي على بطولة الدوري بيسعى إلى حصول وعلى مركز متقدم أيضا بيسعى أنه يكون موجود الموسم القادم في الدوريات الأفريقية سواء دوري أبطال الأفريقية أو سواء الكونفدرالية وبالتالي هنشوف مباراة ممتعة زي ما قلت لحضراتكم عندنا اللعيبة هنا والعيبة هنا ممتعين جدا إن شاء الله نتمنى أنها تكون مباراة فقط داخل الإطار الفني داخل الإطار الكروي تكون بعيدة تماما عن شدة الأعصاب تكون بعيدة عن أي منافسات برا المستطيلة الأخضر الاتنين عندهم أجهزة فنية على أعلى مستوى منتكلم في مدارس لاتينية فمباراة عشان كده بقول لحضراتكم هتكون مباراة كلها كور طبعا نهاردة هيكون فيه لقاءات في دوري أبطال أوروبا برشلونة ومنشستر وأيضا يوفنتس وآيكس عم السادام وبكرة هتستقمل اللقاءات ليفر بول وبرتو وطوتنهام ومنشست سيتي دي آخر جولة من جولات دور ربع النهائي علشان مباشرة هتتلعب هنفوت أسبوع والأسبوع اللي بعديه هيتلعب لقاءات قبل النهائي من بطولة دوري الأبطال الكسبان من برشلونة ومنشستر رماتت هيلعب الكسبان من ليفر بول وبرتو ممكن نشوف محمد صلاح في ملعب الكامب نو ممكن نشوفه في ملعب أولد ترافرد محدش عارف أكيد نتمنى الفوز لفري ليفر بول على حساب بورتو توتنهام ومنشست سيتي الكسبان منهم هيلعب الكسبان من آيكس ويل يوفنتس الجميل في الجولة الحالية من دوري الأبطال إن محدش عارف مين هيفوز كلها نتائج رائبة وفي نفس الوقت كلها مباريات ممتعة ولقاءات يميلة جدا نتمنى إن شاء الله أنها تنقول عجاب كل سادة المشاهدين تاني بأكد على حضراتكم لقاءة الأهلي والبيراميز إن شاء الله يوم الخميس القادم هيكون الساعة 8 إن شاء الله بالتوقيت القاهرة تم الإعلان رسميا عن مباراة الأهلي والمصري اللي هتكون الخميس اللي وراء على طول يوم 25 إبريل وهتكون مباراة أيضا مهمة جدا وزي ملت لحضراتكم عشان ما تكلمش كتير في القصص دي كل لقاءات الأهلي اللي جاية هي لقاءات كؤوس لا بديل عن الثلاث نقاط لا بديل عن الثلاث نقاط في لقاءات دوري إن شاء الله هتكون حسمة ويرب نتمنى إن شاء الله الحسم للنادي الأهلي قبل بدء بطولة الأمم الأفريقية ترفي كتير جدا نفسيا ومعنويا مع لعيب نادي الأهلي تعالوا نوح سريعا إلى بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي قبل ما نستقبل يعني الفقرة الأولى عندنا النهاردة يوم إن شاء الله يوم يعني نتمنى أنه يكون يوم جميل يوم فيه فقرات ممتعة جدا عندنا في الفقرة الأولى واحد من الكبات المميزين جدا كمدير فني صعد بفريق طنطة علشان يعمل رقم قياسي جديد ويصعد بأربع فرق لبطولة الدوري المصري الممتاز هو الكابتن أيمن المزين المدير الفني نادي طنطة أيضا فقرة اللي بعدها يكون مع الزميل العزيز محمد سعيد ومعه واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر هو الكابتن أحمد أبو مسلم وكالعادة الفقرة الأخيرة الألعاب الأخرى مع نجم مصر ونجم النادي أهلي كابتن خالد العواضي نروح لها الخبر الأول والأهلي بيخود ميران مغلق عصر اليوم استعدادا لبيراميدز التمرين كان مغلق إعلاميا بسبب أن مستمرات النصراتي والجهاز الفني قرروا أنه يكون ميران مغلق علشان يكون فيه تركيز أكبر يكون فيه شغلة أكتر زي ما حضركم شايفين جزء من الميران لكن طبعا الجهاز الفني قرر أنه يغلق الميران ابتداء من اليوم بحثا عن المزيد طبعا ده ميران أمس مش اليوم اليوم كان تمرين مغلق وتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهات المقبلة في سباق الدوري بداية من مباراة پيراميدز إن شاء الله والجهاز الفني بأسعى لتجهيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية ده شيء طبيعي جدا وهو محاضرات الفيديو وفيه محاولات من الجهاز لتهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة للحفاظ على صدارة مصابقة الدوري وزي ما قلت لحضراتكم الموضوع يكون نفسي أكتر ما هو فني لفريق نادي الأهلي في الأسابيع القادمة أو الأيام القادمة الأهلي إن شاء الله في معسكر مغلق غدا استعدادا لبيراميدز ومستر مارتن لسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قرر إن بكرا إن شاء الله الأربعاء بعد نهاية التمرين يكون في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس بمثابقة الدوري والمدير الفني استقر على عدم إجراء أي تعديلات على معسكر الفريق وطبعا أهلي تمرت النهاردة زي ما قلت لحضراتكم العصر وبعده طبعا أو هيتم الإعلام بكرا عن القائمة النهائية اللي هتخش معسكر مباراة بيراميدز والأهلي متصدر البطولة وبفكر حضراتكم متصدرها بـ 58 نقطة محمد هاني وانطبع من جمهور الأهلي إن محمد هاني بيخضع لفحص طبي محمد هاني لاعب الفريق الأول خضع إلى فحص طب اليوم بعد شكوى اللاعب من وجود ألام عضلية خلال مشاركته في ميران الفريق واللي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة محمد هاني شارك في ميران الفريق قبل ما يغادر الملعب للإصابة بسبب شكوى من الألام العضلية وعلى ضوء الفحص الطبي بيتحدد موعد مشاركة اللاعب في الميران الجماعي ومدى جهزيته للمرحلة المقبلة ربنا يشفي وعافيه محمد هاني واحد من اللعبة المميزة جدا في النادي الأهلي ولاعب واعد بشكل كبير وينتظره مستقبل كبير جدا في عالم كرة القدم لسه مع الإصابات وإسلام محارب بيواصل برنامجه التأهيلي طبعا إسلام محارب لعب الأهلي بيواصل برنامجه التأهيلي اللي بيمهد لعودته من جديد للمشاركة في الميران الجماع وتجهيزه للمرحلة المقبلة محارب كان اشتكى من إصابة في الحوض بعدته عن المشاركة في التمرين الجماعي وحاليا بيخضع إلى برنامج تأهيلي واللعب قطع شوت كبير جدا في طريقه إلى العودة مع الفريق من جديد الجهاز الفني للأهلي بستعين بالدكتور أسامة مصطفى طبيب الناشئين خلفا للدكتور خالد محمود واللي موجود حاليا في ألمانيا مع ثنائي الفريق الأول سعد سميل ووليد سليمان طبعا دكتور أسامة واحد من الدكاتر المميزين جدا والشاطرين جدا واللي بقاله فترة كبيرة جدا موجود في الناد الأهلي وزي ما حضركم عارفين أي حد في الناد الأهلي بيكون موجود يعني لما بيتحط في المكان اللي بيطلب منه بيقدم منه بشكل رائع جدا سواء على ناحية الفنية أو الإدارية أو حتى الطبية دكتور خالد هيرجع بكرة إن شاء الله من ألمانيا ونحاور إن احنا نطمئن كده إن شاء الله على حالة وليد سلمان وسعد سمير عقب عودة اللاعبين وعقب عودة الدكتور خالد محمود بألف مليون سلامة إن شاء الله يعني ده كانت أبرز الأخبار اللي موجودة معنا وتكلمنا فيها زي ما بقولها حضركم على معظم الأحداث والأخبار الخاصة بي الناد الأهلي نتمنى التوفيق لناد الأهلي في مباراة يوم الخميس إن شاء الله هنروح لفاصل وبعديها نرجع على طول مع أولى فقرات الأهلي الليلة مع الكابتن أيمان المزين المدير الفاني ناري طنطة بعد قصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر